أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإداري مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي وانتقاء أكفاء العناصر في جميع المؤسسات وتأهيلها وتدريبها بحيث يتحقق أقصى استغلال المنية التحتية والتكنولوجية التي تم تشييدها في العاصمة الجديدة جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين والوزراء حيث اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة والتي وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية حتى الآن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية وتنوى للقاء عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وأشر إلى أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاستها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة وأشهد رئيس السيسي بالجهود التي تبدلها القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليها قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة وخلال الجولة اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا في مقر القيادة الاستراتيجية وأضف متحدث رئاسة أن الرئيس السيسي تفقد أيضا منطقة ملاعب التدريب والاستدر الرياضي والمبنى التعليمي لكلية الدفاع الجوي والمستشفى كما تضمنت الجولة نادي الفروسية التابع للقوات المسلحة إلى جانب الحاضقة المركزية بالعاصمة الإدارية وفي نهاية الجولة شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة للتنفيذ كما قام بالإطمانان على العاملين في المشروع شارك النائب محمود القطة عضو مجلس الشيوغ عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب عمد خليل عضو مجلس النواب عن التنصيقية شارك في مؤتمر مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي الذي نظمته الهيئة القطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية في العاصمة اللبنانية بيروت لمدة ثلاثة أيام وشارك في المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة مفكرون وخبراء من مختلف الدول العربية كما حضر عدد كبير من المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامية والمسيحية وذلك في إطار برنامج الحوار العربي العربي واختتم المؤتمر بندوة عن التعليم في الوطن العربي شارك فيها الدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان استقبل الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط النائب رئيس الحزب الديمقراطي السوداني رئيس تحالف الحرية والتغيير جعفر المرغني وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان بأن أبو الغيط استمع إلى شرح من المرغني حول موقف ورؤى التحالف الذي يقوده والذي يضم أكثر من خمسة وثلاثين حزبا وحركة سياسية حيال صدام الجاري في السودان كما أكد المرغني على أهمية الدور العربي والجامعة العربية في الأزمة الراهنة من أجل إعادة الاستقرار في السودان فشلت الأمم المتحدة في جمع الأموال التي تحتاجها لتفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة متهالكة ترسل كبالة ساحل اليمن لتجنب كارثة بيئية ويحذر مسؤول الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر لأن النفط قد يتسرب من الناقلة صافر بكمية قد تصل إلى أربعة أضعاف تلك التي تسربت في كارثة الناقلة إكسون بالتز عام 1989 قبالت ألاسكا وعلقت الحرب وعمليات الصيانة في الناقلة صافر عام 2015 وحذرت الأمم المتحدة من أن سلامة هيكل الناقلة تتدهور بشكل كبير وأنها معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة رياضيا توج نابولي بطلا للدور الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عاما بالتعادل مع مضيفه أودينيزي بهدف لكل فريق وحقق فريق نابولي الفوز في 26 مباراة من أصل 33 مباراة خاضها في بطولة الدور هذا المسم ليصبح فارق النقاط 16 نقطة مع فريق لاتسيو وكانت آخر مرة فاز فيها نابولي بلقب الدور في عام 1990 بقيادة الراحل الأرجنتيني أرماندو مارادونا مشاهدين انتهى مجزء التساع وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد الفاصل